دائماً أقول لك ردد وياي هذا الدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله بحزن إذا شئت نبدأ بالسؤال الأول الفكرة اليوم إحنا عندنا قطع هاي القطع تحشيننا كل قطعة على موضوع مرة تحشيننا عن السيارات مرة تحشيننا عن قصة حيوان أجلكم الله مرة تحشيننا عن قصة شيء آخر ولا آخرين اليوم إحنا عدنا قصة تحشيننا عن نوع من السيارة اسمها سيارة الباندل حلو قال لي السيارة اللي كل الناس يحشون عنها يسمونها باندلر في طيب اليوم أنت يعني هي هاي يسمها باندلر في انت يجيك هذا السؤال شون تحله بنشوف كلمة يعني الكل يتكلم عليه من نشوف هذا طبعا هذا مفتاح الحل من نشوف إيه هذا السؤال تقول له true صح يعني يعني الكل يتكلم عليه يعني هي هي يعني هي ذكرة هذا السؤال موجود نصا بالكتاب يعني فغالبا ما يغير السؤال الثاني يقول some young men are not interested are not very interested in its engine كلمة engine معلها محرك يقول الشباب غير مهتمين بالمحرك مالته جوابه غلط لا بالعكس هم كلش كانوا معنى عجبين بالمحرك مالته هذا مفتاح الحل are not interested يعني غير مهتمين are not interested طيب إذا جاب إياها interested أقول له true إذن are not very interested هذا هو ما يفتاح الحل أقل له false false يعني لا are interested يعني هذا هو ما يفتاح الحل قال لك not very interested يعني غير مهتمين جواب غلط هم كانوا مهتمين طيب إذا حذف للنات حذف للنات أقل له true راح أجهنا أقل له true حل الصحيح هنا أقل له يا به true إذا قل لي not أقل له false السؤال الثالح the banther هذه السيارة اللي اسمها banther 3 has no standard features يعني ما تحتوي على خصائص لا جواب غلط هي تحتوي على خصائص هذا هو ما يفتاح الحل منه يشوف no standard features يعني خصائص ثابتة جواب غلط هو يقول no هي لأ بيه فهذا جواب غلط مفتاح الحل no standard features there is loads of space inside banther يعني هناك مكان يعني أقل بها مجال جواب صحيح there is loads of space يعني أقل بها مجال سيارة بها مجال تحب بها غراضة صحيح هي صغيرة بس بيها بس بيها السؤال اللي بعد the banther 3 has seats for sick people يقول يعني عدها مكان أو تحتوي على 6 أشخاص يعني نقدر ناخذ بها 6 أشخاص الجواب غلط هي تاخذ أصلا 8 تاخذ أصلا 8 أشخاص يارة شبيرة يعني فطبعا هذا جواب غلط مفتاح الحل هو 6 أشخاص طيب إذا جاب لـ 8 8 رقم 8 يقل جواب صحيح ومرها تجيب فراغ يعني إيه هذه الكلمة يجيب لك إيها فراغ أنت لازم تكتب تكتب ثمانية تكتب هنا ثمانية إذن جواب مو 6 غلط جواب مو 6 غلط 6 the banther هذه سيارة the banther is actually very expensive جدا غلط جواب غلط هي مو غلط صحيح هي زينة بس مو غلط هي أصلا رخيصة إذن ركزت على هذا السؤال أنها سيارة رخيصة صحيح هذه السيارة بيها مميزات حلوة بس هي مو غالي هي cheap رخيصة expensive غالي cheap رخيص مفتاح الحل are very very expensive نشوف كلمة expensive تقول الجواب غلط إذا شفت cheap تقول الجواب صحيح the banther 3 is really safe car هذا مهمة شوف هذا السؤال جاي وزاري كلش مهم شوف شون الأسرة تجي وزارة لك السيارة البانذر is really safe جدا آمنة صحيح لأن بيها موقع بيجي بيها GPS جواب صحيح مفتاح لها save car نشوف كلمة save car تقول لها جواب صحيح ثمانية there are airbags airbags اللي هي النجادة اللي هي تنقذك اللي هي لما نصير أنا سميها نجادة هم يسمونها حقيبة هوائية لما نصير حادث يعني تحميك for the drivers and passengers are only other features يقول هذه بيها airbag انت من نشوف كلمة airbag يقول لها جواب صحيح airbag جواب صحيح السؤال التاسع the bander 3 is really dangerous car هذا جواب غلط طبعا هذا السؤال جايبين نشوف شلون جايبين الفكرة مالتب بالوزاري قيل لك the bander 3 is dangerous جواب خط جواب غلط انت ونا قلنا انها هي save مو آمن مو خطيرة are dangerous خطير save آمن فهو قيل لك dangerous انت قل لا غلط هي مو dangerous مو خطيرة هي save آمنة طيب ليش آمنة لأنه احنا ذكرنا بها gps باندر 3 is really سيارة الماندر هي حقا dangerous لو save هي آمنة لو خطيرة شوف شون جايبكي اختيار يقول لأ save لأنه احنا ذكرنا ان السيارة هاي دائما تكون آمنة save آمن dangerous خطير باندر 3 تكون آمنة عدنا قطعة اخرى وهي lucky customers number 50 اللي هي زبون المحبوض رقم 50 تحكينا عن واحد يحب شاعر وراح يلتق بي يشوف القصة السؤال الاول طبعا هذا اسألة جدة مهمة why had kareem been saving up for month واحد اسمه كريم اللي هذا الولد هذا الولد كان يجمع فلوس لمدة شهر او لمدة اشهر عدة اشهر طيب هنا السؤال why why معناها لماذا من اشوف كلمة why اللي هي معناها لماذا مفتاح الحل why لماذا واشوف كلمة saving up يعني يجمع فلوس save up يعني يتدخر الاموال من اشوف كلمة why لماذا طبعا هذا الكريم هو واحد اسمه كلمة اللي اعناقا بي saving up يعني يجمع من اشوف why واشوف يجمع الجواب راح اقوله to be the first one to buy the new book of his favorite بوت حتى يكون هو الشخص الاول اللي يشتري كتاب لشاعره المفضل كان يعني عنده شاعر شاعر اسمه النواب هذا الولد يحب هذا الشاعر لذلك لذلك كان يجمع فلوس حتى يشتري هذا الكتاب مفتاح الحل why لماذا or saving up يجمع فلوس الجواب to be the first حتى يكون one الاول to buy the new book ليشتري كتاب جديد of his favorite بوت لشاعره المفضل السؤال الثاني how many times كم عدد المرات هاد كريم هاد read النواب اشقد عدد المرات اللي كريم قال مفتاح الحل هو how many times كم عدد المرات من اشوف كلمة كم عدد المرات مفتاح الحل هذا how many times اقول له at least twice يعني مرتين قرأة القصائد مال هذا الشهر مفتاح الحل هو how many times السؤال الثالث كريم has been saving up توني ذكرت لك why لماذا or saving up هنا اشوف شوف جاب لك السؤال طبعا هذا جاب لك فراغ شون عرفت استاذ المفراغ من يقول لك complete complete معناها كمل من اشوف كلمة saving up يعني ايش قلنا يعني ناحية يدخل الاموال اذا هذا مفتاح الحل الجواب اقول to be the first one to buy the new book of his favorite book شوف هذا السؤال نفس هذا الجواب ونفس الجواب شون اللي دلاك علي دلاك علي هو saving up السؤال الاخر يقول ما الذي كان ينتظر هذا الشخص شون اللي راح يحصل ما الذي كان هناك طبعا هذا هو من فتاح الحل ما الذي كان ينتظره وما الذي سوف يحصل عليه الجواب كان هناك جائزة كبيرة للزبون رقم خمسين طبعا يعني كلمة customer number حتى لو ما تحطها عادي يعني تقول there was a big prize كان هناك جائزة كبيرة خلص يعني له هناك الاشي كافي لان هو اصلا كاتب لك هو كاتب لك بالسؤال customer 50 اقول له there was a big prize هناك جائزة كبيرة وركز له على كلمة big prize ممكن تجي فراب يعني مثلا اقول لك there was فراغ for customer number 50 ايه هنا جيب لك يا الفراغ ايه هنا تقول له big prize يعني جائزة كبيرة مفتاح الحلوة what was there for customer number ما الذي كان هناك لزبون رقم 50 سؤال الخامس يقول كريم قد قرأ كريم قصائد ووجدها يعني لما نقل القصائد شون كانت هاي القصائد very interesting جدا ممتعة طبعا طبعا مفتاح الحل found them يعني كيف وجدهم found them نشوف كلمة found them يعني اقول له ياابا هاي very interesting يعني كانت كلش ممتعات كانت جدا ممتعة حلوة غير مملة طيب السؤال الآخر يقول desccribe من يقل لك desccribe يعني اوصف يعني اوصف طيب اوصف كريم كريم اشلون كان hard working مجد quiet هادئ و imaginative يعني واسع الخيال لأنه حتى كان يكتب شعر فهو imaginative طيب مفتاح العدس desccribe السؤال السابع كريم هاد ريد او او انا توني ذكرنا ووجدهم من نشوف كلمة found them يعني لقاهم found them لقاهم اقول له قيل لك هنا هو اش قيل لك احنا 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 جدا ممتعات هذا هو الجواب احنا شي يقول found them boring interesting ممتع و بورنج ممل الجواب هنا الغلط false ومتاك اختيار true or false قال لا false لانه قيل لك بورنج ممل بينما احنا ذكرنا بالسؤال ان هم ممتعين very interesting بركزلي على هذا السؤال عندك السؤال الثامن كريم هاد ريد or them شوف هذا طبعا السؤال مكرر وجاي وزارة اكفر من مرة يعني هو نفس اذا كريم هاد ريد لقاهم بورنج نشوف كلمة found them boring اقول لهم اصلا كانوا ممتعين بورنج بممل و interesting ممتع و interesting بممتع السؤال اللي بعده what was kareem's dream ماذا كان الحلم من نشوف كلمة dream اللي هي معناها حلم dream اللي هي معناها حلم اقلة يعني كان يريد يتمنى يصير شاعر مشهور يتمنى يصير شاعر مشهور ركزلي على هذه السؤال مهم هذا السؤال مهم شنو كان حلم كريم كان يكون famous يعني شاعر ممكن يجيني صح وخطأ يقول kareem's dream was famous مثلا على سبيل مثال يقول لي doctor اقول لا غلط وما لدي يصير doctor يصير pulled شاعر ركزلي على هذه الكلمة هذا السؤال ايضا مكرر كثيرا من مرة يعني هذا معناها كل شوان كريم found احنا ذكرنا من نشوف كلمة found وجده وانا اشوف boring ممل معناها جواب غلط ليش لأن هم اصلا مكانوا boring ممل هم فراغات مثل boring يجيب لي فراغ اقول لي interesting وانا جواب لي صح وخطأ قال لي هم ممل اقول لي لا اتجواب غلط false مفتاح لحل found or boring found or boring من نشوف كلمة found وياها boring اقول لي false من نشوف found or interesting ممتح اقول لي true هنا السؤال كريم ها saving up كريم كان يدخل الاموال ليش to be the first one ايضا هذا السؤال مهم وجاي اكثر من مرة بالوزارة شوف السؤال هنا قيل لك فراغ جاي بالكيام مرات تجي بالكيام why لماذا انت من نشوف كلمة saving up اللي هي معناها يدخل او يجمع فلوس اقول لي to be one up خلاص موضوع انته السؤال اللي بعده what was كريم الدريم هذا قلنا يجي فراغ مثلا شنو حريم كريم قلنا ما يريد يصير شاعر مشهور ايضا هذا السؤال جاي وزاري يقول there is a big prize هناك جائزة كبيرة for the customer من ساعة او شكي جاب قبل شوية مثلا ايها يجيب لها فراغ او مرات يجيب لي the number 50 هذا رقم 50 يجيب لي فراغ فانت لازم تعرف big prize جائزة كبيرة customer رقم تكمل الثانية مع بعض علي دك تحفظ يام ويتش طيب يعني مثلا نقل لك كريم سدريم انت منشوف كلمة كريم دريم مباشرة to be famous to be famous to be ظل عيد بيها الى انت نحفظ السؤال اللي بعد what is the name of the منشوف كلمة name اسم name معناها اسم واشوف new book كتاب جديد او نييم وكريم منشوف اسم وكريم او book عادي اسم الكتاب name book يعني اسم الكتاب من اقول اسم الكتاب هو شن اسم الكتاب اللي ريدي يشتري island of salt جزيرة الملح هو اسم island of island of salt طبعا الاسم لاسنا ما يلفظ ما اقول island لا اقول island of of salt منشوف كلمة describe يعني اوصف هارد ووركينج وكوايت واماجينيتي طيب سؤال هنا مهم سؤال 29 مهم what was the big prize ما هي الجائزة الكبيرة هذا هو منفتاح الحل العربي ما هي الجائزة الكبيرة what is the big prize what is the big prize big prize الجائزة الكبيرة he will get to meet النواب اذا هو شراح يصير به he will meet النواب بدون نهاية he will meet النواب هو راح يلتقي بشاعر النواب طبعا شاعر هو منفضل اذن هذا هو سؤال 29 سؤال 30 ايضا هذا مكرر قلنا كم مرة هو قراهم قلنا one so twice لا بكرنا twice مرتين قراهم طيب وقلنا هنا he found them interesting لو boring كانت القصص ايش ممتعة لو غير ممتعة لا كانت ممتعة very interesting very interesting طيب اخر شي dream من اشوف كلمة dream حلم قلنا ايش حلم هو يكون famous يعني شاعر مشهور وطبعا اذا اجعل هاتجملة اقراها يعني اقراها مرتين صحيح جواب صحيح مو 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 غلاط بس تنتبه هالسؤال زين انت من نشوف هتقول twice صحيح وحلم بس ركز زين احنا قلنا شن حلم حلم يريد يصير شاعر مشهور طيب هو ناش قائل dreams حلم واز تريد حلم كان يريد يقرأ مرتين لا هو هذا مو حلم جواب غلط فانت شوف يعني دير بالك احنا ذكرنا انه dream مالت الحلم مالت يريد يصير شاعر مشهور اوكي هو ناش قائل اللي قيل اللي حلم يقرأ قصص لا غلط الجواب false ركز زين فانت مو اي معلومة شوف ركز شوية هذا السؤال ركز لي عليه بس شوية ركز لي عليه انت اذا قريت انت الحرك راح تفهم من اصلي نجي على قصة اخرى وهي life on mashes يعني الحياة في الاهوار طيب يقول وير اين من موجود من نشوف كلمة وير وفاوند يعني موجود وير اين اقل ل in the south east of iraq يعني بجنوب العراق لا تتعلم بسكن بتقول بجنوب iraq حلو طيب سؤال اخر مان اش كانوا يستخدمون للنقل هاي مشحوف اسمها مشحوف ماعرف اذا لفظه صح او غلط هن بالجنوب يعرفون is used as a transport in mashes اذا كانوا يستخدمون فتشي اسمه المشحوف اللي هو اعتقد مثل القارب مثل القارب اللي خلونا بالماء ويمشون عليه is used as transport من تشوف كلمة transport transport يعني معناها نقل يعني مواصلات نقل الجواب هو مشحوف مرات يجينا بالعكس من تشوف كلمة مشحوف ويجيب هاي فراغ اقل transport فتركز لعلي اثنين مشحوف transport مشحوف transport ركز على هالكلمة ثلاثة ماش عرب live in houses في المنازل built from reeds هاي ركز على هاي الكلمة مفتاح الحال هو houses built houses built built يعني بنيت مان اشوف كلمة house built يعني بيوت بنيت from reeds reeds معناها يعني قصب قصب اللي هي القصب اللي هي القصب اذن اذن هما شبيهم يبنون بيوت مصنوعة من القصب السؤال الآخر مصنوعة 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 ريز اشتانو يربون تقول بفالو 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 يعني جاموس سمشيب بعض الاغنام ان كتل واللي هي الماشية الاغنام واللي اخر هذن تلاثة رح تحفظ لي من نشوف كلمة ريز يربي من نشوف كلمة ريز يربي مباشرة بفالو سمشيب سؤال الآخر يقول لك هنا هذا السؤال من نشوف جاني هذا السؤال ايضا فراغ من نشوف كلمة بلت فرام بنية من اقول يا بري شوف بلت فرام وهذا الاسئلة المكررة مهمة فانت لازم يعني تعيد بها اكثر من مرة لان الاسئلة من تكرر معناها مهمة هاي واحد ثانيا التكرار بفائدة فركز عليه السؤال اللي بعد رايس اللي هي معناها رز شوف نقرها رز رس رس يعني رز طيب ويت رز حمطة شعير ارناون آز يعني منا شوف كلمة رز رز يعني اقول كروبس كروبس اللي هي محاصيل مفتاح الحال هو رايس طيب احنا نفس الحال شوف هنا اجاب الكياب العكس ويت كروبس ما هي المحاصيل اللي كانوا يزرعون هم طبعا قرو يزرع قرو قراون يعني يزرع من قرو يزرع عادي قراون او قرو نفس الشي اقول لي رز حنطة و شعير طيب احنا اجاب لك فراغ شوف هنا شوف يجاب لك بالعكس احنا مو قلنا يقرأ من القصب انه شوف كلمة من القصب يعني مصنوع من القصب انت شد قل له يعني عرب الاهوار شوف اركز لي على هذا السؤال السؤال اللي بعد احنا قلنا بنية من قلنا مصنوع من ايش مفتاح الحال هو من شفت كلمة يعني معناها مزروع من قلنا نريد يعني القصب هنا قلنا بلت فرم بس ما كوريد قصب لك كون كوريد جواب غلط فلس مو صحيح السؤال العاشر يقول لك مارش عرب ريز يربون شكلنا احنا بفالو هاي كلمة بفالو تحفظ من نشوف كلمة ريز يربي يقول لها بفالو خلص الموضوع انتهى سؤال 11 مارش عرب عرب الاهوار live ان تو نذكر نحن من نشوف كلمة مصنوع من القصب الحل هذا من نشوف هذا اما يجيب ليه هو اللي حل او اشوف قيل لي مارش عرب الاهوار ممكن يقل لي مثلا بغداد عرب عرب بغداد او عرب اربيد يغير ليهنا اقول لا غلط مثلا فانت انتبه زين الحل هو مارش عرب من اشوف كلمة ريز قصب طيب اذا شفت اصلا انا هو منطين مارش عرب وقال ليهنا فراغ ريز فانت لازم تحفظ المعلومة كاملة على مود وشان ما تجي كتحلى السؤال اللي بعد عندك محاصيل محاصيل اقول ريز حلو طيب اذا جاب لي رايز ويت اقول لك روب فهي واحدة اكس شي جاب لك هاي طي هاي جاب لك لي جاب بي جاب و الاخر سؤال 13 how many how many species of birds can be found يعني كم عدد الاصناف بالطيور اللي موجودة طيب الان شو نتعرف هذا مفتاح الحل من نشوف كلمة birds birds طيور والسبشي اصناف يعني اصناف الطيور من نشوف اصناف الطيور هاي الكلمة اقول لي 40 species يعني 40 نوع من الطيور موجود هنا السؤال الاخر what do mash arab raise تعون اذكرنا من نشوف كلمة raise يربي من نشوف كلمة raise يربي اقول بفالو بفالو sheep وكتر هذان ثلاث انواع اللي هي الجاموس والغنم وبعض الماشية اللي هنا الاغنام اللي يتمشي يعني الحلال البسيط قصة اخرى وهي things happen in nature for reason يعني اشياء تحدث للطيور لسبب ما انا طبعا بهاي القطعة بشكل مبسط تحكيلكم اياها تحكينا عن غزالة وهاي الغزالة تريد تلت وبها مشاكل عندها مشاكل عفن تحيط بها المشاكل اسد يريد يأكلها والنار محترقة والدنيا مطر يعني هواي مشاكل واكو صياد يريد يصيدها بس هي تريد تلت فراح نشوف راح نشوف الاسئلة اللي جاية وشلون تجي والى آخر سؤال الاول يقول الغزالة found a remote grass field in the forest to give birth طبعا الغزالة هي شبيها لازم تلقى مكان عشبي بيعشب حتى تلت give birth يعني تلت تنجب طيب من اشوف كلمة grass field grass field اللي هي معناها عشب طيب وgive birth يعني تولت اقول لي يا ابت جواب صحيح جواب صحيح اللي هو give birth طيب الآن انا عند الغزالة والغزالة بيها داير مدايرها مخاطر وهذه المخاطر كلها يعني يعني تخوفها فيقول to the right طبعا على جهة اليمين هو شنو شان a hungry lion اذا كان اكو اسد جائع من اشوف كلمة to the right الى جهة اليمين مباشرة اقول له اسد جائع a hungry lion سؤال الثالث the deer focuses on giving birth of a new life من اشوف كلمة new life يعني حياة جديدة giving birth a new life يعني يولد حياة جديدة جواب صحيح الغزالة ما احتمت لها المشاكل وما خافت ركزت ان هي تنجب طفل او تنجب مولود جديد بغض النظر عن المشاكل طيب يقول at least at least a deer gives birth to at last عفوا بالاخير يعني في نهاية القصة شنو اللي يصار من اشوف كلمة at last deer at last dears يعني الغزالة في الاخير شبيها قد انجبت مولود صحي healthy يعني شو ليس صحي يعني معناها بدون مشاكل يعني خلينا نقول علي معافة اذا اذا هي انجبت يعني غزالة معافة ابن الغزال اللي هو سموه الضبي طيب خمسة من اشوف giving birth a new life يعني يولد حياة جديدة تقونا ذكرناها هاي هي مفتاح الحل من شفتها راح اقول له جواب هو true وهو صحي طبعا ذلك كل يتين giving birth giving birth كل هن صحيحات بدون مشاكل حتى هذي يعني يركز على المولود الجديد يركز على ان يولد انتلد مولود جديد الجواب ايضا true السؤال الاخر يقول what is the pregnant surrounded by when she is in labor طبعا كلمة in labor يعني معناها اثناء ما هي تولد اثناء ما هي تولد المشاكل اللي كانت تحيط بيها طيب اولا قلنا اكو هنتر صياد واحد قلنا هنتر يعني صياد و forest fire نار وهنغري للايون الاسد الجائع السؤال العاشر يقول what does the deer focus on من نشوف كلمة focus on قبل شوية قلت لك من نشوف كلمة focus on يعني يركز على اقول giving birth giving to giving on the birth focus on the deer focus on giving birth to the new life يعني على ايش كانت تركز كانت تركز على ان تولد حياة الطفل تولد المولود الجديد بغض النظر عن المشاكل عافت كل مشاكل لو اهتمت بالمولود الجديد how did من اشوف كلمة how يعني كيف يعني شلون كانت هاي الغزالة with a calmness calmness يعني بهدوء بهدوء مفتاح الحال هو how اللي هي معناها كيف اذا من اشوف how كيف اقول with calmness يعني بهدوء السؤال الاثناش يقول ذا دير دير الغزال was books books بوحدها معناها صندوق books يعني صارها شون بداخل الصندوق يعني محوطة اوكي كانت بايش محوطة محوطة باي ناشرال ناشرال بريديتور بريديتور يعني يعني مخاطر الطبيعة مفترسات الطبيعة بريديتور وحدها مفترسات ناشرال يعني طبيعة فيعني هاي المشاكل اللي هي كانت فهذه أشياء طبيعية يعني اللي هو يعني الغزالة اللي هي الغزالة اللي كانت محطة بالنار وهي طبيعة والحريق وهو يعتبر طبيعة والإنسان فيعني هاي هي المشاكل هاي ركز على هالكلمة ناشرال بريديتور ناشرال بريديتور ناشرال بريديتور ناشوف كلمة بوكست نقول ناشرال بريديتور طيب نجي على السؤال اللي باع يقول what is the priority كلمة priority priority يعني أولوية the deer it's surrounded by dangers ما هي كانت أولويتها ما هي كانت أولوية وهاي كلمة يعني مثل كلمة focus on بالضبط فمن أقول priority أو أقول focus on يعني ركز على إيش أو أولويتها شن اللي كانت to give birth to her phone يعني أهم شي كانت تركز على إيش أنه هي تولد الطفل الجديد المولود الجديد فمن أشوف كلمة priority أو من أشوف كلمة focus on يركز على أقول given you birth تولد المولود الجديد قلنا السؤال هذا how من أشوف كلمة how كيف أقول with calmness بهدوث نتشع على قطعة أخرى وهي famous career اللي هي تحكين عن ابن الهيفام من أشوف كلمة where أين وأشوف ابن الهيفام يعني where born وابن الهيفام يعني where أين من أشوف كلمة born يعني مولود born يولد ولد يعني وين كان ولد أقول في سنة 1965 في البصرة إذن born ولد وير طبعا وير أين وين متى من أشوف ولد born ولد يعني متى وأين ولد أقول في سنة 1965 في البصرة وين متى متى مات في سنة 1040 في سنة 1040 يقول ابن الهيفام وز بورن وين قلت كون يشوف بورن ولد يعني راح تقل له في سنة كذا وكذا في هذا التاريخ في مكان البصرة what was the book ابن الهيفام famous book called شنو اسم الكتاب اللي كان مشهور book of apatix يعني كتاب البصريات اللي هو تكلم عن البصريات وإلى آخر موجود يعني مشهور هذا الكتاب يقول ابن الهيفام was born ابن الهيفام كان مولود بالبصرة لبغداد لا بالبصرة سأل أيضا عيد الكاهز يقول إذن هو مولود بسنة 1965 لكن ننسى في البصرة يقول ابن الهيفام received his education طبعا هنا بدنا تشوف كلمة education يعني تعليم يعني هو وين تعلم هذا هو مفتح الحل مكان اللي تعلم بوين أقول بالبصرة وبغداد فس هو نولد هذه القصص طبعا مكلش مهمة هذه القصص يحكي لنا عن دولتين يحكي لنا عن سودان وليبيا الله يحفظ هنا بالسودان وبكل دول العربية طيب السؤال يقول هنا the capital of سودان طيب من نشوف كلمة سودان سودان وشوف خرطوم يعني سودان وخرطوم اللي هنا هي سودان هي من عاصمتها عاصمتها الخرطوم فأتقل الجواب صحيح فأتقل الجواب صحيح السؤال اللي بعده يقول السودان السودان من نشوف كلمة سودان ومن نشوف عندك بحر هاي كلمة بحر بحر المتوسط جواب غلط جاب السودان على البحر المتوسط جواب غلط بحر المتوسط بعيد عليها أصلا طيب هذان يتحفظ ضيان ويهو كل حده مفتاح السؤال اللي بعده من نشوف كلمة ليبيا وهوت حار يعني ليبيا حارة جواب غلط ليبيا مو حارة ليبيا مو حارة جواب غلط طيب السؤال اللي بعده يقول what is ليبيا main product product يعني منتج وليبيا يعني دولة ليبيا من نشوف منتج ليبيا جواب هو oil النفط طبعا ممكن يجيك هذا فراغ يقول لك ليبيا product is بدلا ما يجيب لك oil ايش يقول لك مثلا date تمر لا غلط ليبيا ما عنده تمر العراق عنده تمر فركز لي على هذا الموضوع طيب عندنا هنا ترابلو ترابلو يعني ترابلس ترابلس is a capital of هي عاصمة سودان لو ايجبت لو ليبيا عشونك بالجغرافية هاي ما الجغرافية ترابلس هي عاصمة السودان السودان قلنا الخرطوم وايجبت قلنا القاهرة هي عاصمة مصر القاهرة طيب ما بقتلي غير ليبيا فاختار هنا ليبيا ليبيا mostly is desert طبعا ليبيا صحراء صحيح ركز لي على هاي هاي معلومة مهمة ليبيا هي صحراء ركز لي عليها بس مو حارة ركز لي عليها انا هو شو قيل لك قيل لك هوت حار لا انت منشوف ليبيا وهوت يقول لي غلط نشوف ليبيا desert جواب صحيح طيب هذا السؤال لقلنا مكرر يقال لك منشوف كلمة سودان وبحر جواب غلط السودان بعيدة البحر البحر المتوسط طيب عدنا ايضا قطعة الالعاب الاسيوية طبعا هنا منشوف where اين واسيا واسيا يعني الالعاب وين صارت يعني وين صارت بأي مكان نيودلهي بالهند في نيودلهي في الهند وين يعني متى منشوف كلمة وين واسيا يعني متى صارت الالعاب الاسيوية في سنة 1951 واحد وخمسين وهذا رقم تحفظه طيب was has Iraqi won the medal طبعا كلمة وين ميدالية يعني يربح الميدالية احنا هواي ما اخذينها ومهمة قلنا وإراك يعني هل العراق ربح ميدالية يس نعم ربح شكام معدل طبعا ربح ستة ذهبية خمسة خمستعش فضية وعند ايضا 23 اللي هي الميدالية البرونزية طيب لا تنسى منا اشوف كلمة آسيا فارست games قال لي كلمة ايزيان يعني قيل لي اول اول ما صارت الالعاب فارست اول ايجيان يعني آسيا منا اشوف فارست و ايجيان اللي هي الآسيا اقول لها نيو ديلي صارت بنيو ديلي فاجاب ليها فراغ طيب هاي اسئلة صحة وخطأ هاي كل شيء المهمة لازم نحفظها نعيد مرة ثانية ليبيا وصحراء من قال ليبيا صحراء الجواب غلط ليبيا مو صحراء طيب من قال ليبيا هوت حارة جواب غلط ليبيا مو حارة ركزدي على هاي المعلومة there is no agriculture there is no agriculture يعني معناها زراعة ليبيا بيها زراعة هو قيل لك no agriculture فالجواب غلط اذا ليبيا بيها زراعة لو ما بيها نعم بيها فهنا هو قيل لك no بنشوف كلمة no agriculture يعني غلط هاي المعلومة ليبيا تنطينا نفط الجواب صح ليبيا تنتج نفط طيب عندنا مدينة لبدة لبدة ماجنة مدينة هاي هو يقول مدينة حديثة جواب غلط هي مدينة يعني قديمة هي مدينة قديمة طيب نشوف كلمة لبدة ماجنة أقول له غلط طيب نجي على السودان أيضا نسألة يقول سودان هاز من نشوف كلمة c بحر ذكرنا هنا هاي لازم تكون موجودة طبعا c بحر خصوصا بالامتحان c بحر أقول له غلط السودان بعيدة على البحر المتوسط قلنا خرطوم والسودان طبعا يقول لك سودان is خرطوم جواب صحيح من هي عاصمة الخرطوم هي سودان طبعا ممكن تجيك من عاصمة السودان عفوا الخرطوم ممكن تجيك اختارات يقول لك خرطوم is الخرطوم هي ويجيب لك ليبيا لو السودان لو مصر يقول له سودان سودان gets most of its water from the blue نيل يعني السودان يأخذون ميهم من نهر النيل نير الأزرق الجواب غلط جواب غلط ركز على هاي المعلومة هاي السؤال يجيك وزاري رابعا السودان products produces السودان تنتج لي هاي طبعا هاي الصحيح هاي السؤال كلا صحيح ركز لعلي السودان تنتج للقطن والسكر والصمغ العربي اللي هو ركز دي على هاي المعلومة جدا جدا مهمة